دولة مشاهدين خلونا نروح لموجز الأهم الأنباء مع ليندا عبداللطيف موجز الثامنة تفضل يا ليندا شكرا أحمد الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمينز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمينز الألمانية روليند بوش وأكد رئيس السيسي أن شبكة خطوط القطرات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع الشهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمينز العلمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطر الكهربائي السريع في مصر وأكد متحدث الرئاسة أن رئيس مجلس إدارة شركة سيمينز العلمية أعرب عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيدولوجيات المتطرفة جاء ذلك خلال استقبل رئيس السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي وشدد رئيس السيسي على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل أعلنت الأمم المتحدة عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تاعز ومخافضات أخرى بموجب اتفاق الهدن المعلنة برعاية أممية وفي ختم جولة أولية من محادثات مباشرة بين الطرفين قال مبوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جواندبرغ إن الاقتراح الذي يقضي بأعادة فتح الطرق بشكل تدريجي تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المدنيين بناء على الخيارات التي طرحت من قبل الطرفين داعيا وفدي الطرفين إلى اختتام مدولاتهم بشكل عاجل وتخطيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعات أوكرانية تخطط لقصف منطقة حدودية في روسيا من منطقة سكنية في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا واستفزاز الوحدات الروسية للرد وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخايل مزينستاف أن هناك معلومات تفيد بأن مقاتلي بعض الكتائب الأوكرانية يستعدون لمواصفه باستفزاز باستخدام مواد سامة في مدينة سومي كما يخططون لتفجير حاويات تحوي مواد كيميائية من أجل اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية على حد قولها وحذر الغرب والأمم المتحدة من أن كييف تخطط لنشر أخبار كاذبة على نطاق واسع أعلنت الولايات المتحدة أن دولا من جميع أنحاء العالم موافقة على تعديل دولي بقيادة واشنطن للقواعد المتعلقة بتفشي الأمراض التي تعرف باسم اللوائح الصحية الدولية وتمت الموافقة على هذه التعديلات خلال اجتماع لبحث تعزيز دور منظمة الصحة العالمية بعد نحو 15 مليون حالة وفاء خلال جائحة كورونا وتمثل التعديلات التي سعت إليها واشنطن وبدعم من دول أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خطوة أولى في إصلاح أوسع للوائح الصحة العالمية يحدد الالتزامات القانونية للبلدان بشأن تفشي الأمراض ومن المتوقع أن يستغرق ما يصل إلى عامين لقيت 34 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها إحدى الولايات الوقعة شمال شرق البرازيل وقال الدفاع المدني البرازيلي أن الخصيلة الأكبر للضخايا سجلت في ساعات الصباح الأولى من جراء انزلاقات أتربة كبرى وتسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو ألف شخص بسبب الفايدانات والانزلاقات الأرضية وأعرب الرئيس جايير بولسنارو عن حزنه وتضامنه مع الضخايا مؤكدا أن حكومته ستبدل قصارة جهدها للتخفيف من المعاناة أما رياضيا فتوجى فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه المثير على فريق ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الفرنسية باريس وسجل هدف ريال مدريد واللقاء الوحيد لعبه البرازيلي فينيسيوس جونير في الدقيقة التاسعة والخمسين ليقود الفريق الملكي لأخراز لقبه الأوروبي المفضل نهاية المنجزة الثمينة ناول استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر